بسم الله الرحمن الرحيم هنستكمل في كورس الانجنيني ايكونومي ما يسمى به الديبريشيشن ومجموعة من الكونسبت اللي يجب ان احنا نعرفها كمهانسين بالنسبة لي اهم اربع اشياء يجب ان كانت تتحددها هوات اذا اكويزيشن كوست تكلفة امتلاك المعد والمقصود بالاكويزيشن كوست ما هواش الموضوع بتاع البرتشيز برايس لا ده سعر البيع وفيه النقل وفيه اي مصاريف اخرى لتجهيز المعدة للعمل بحيث انها تبقى اوكي تبدأ تشتغل يبقى هي ده مجموعة ده كله الاخويزيشن كوست اللي عندي التانية حاجة how much is the salvage value اللي هي قيمة المعدة في نهاية العمر المعدة what is expected useful service life اللي هو عمر المعدة المتوقع وبعدين هوات pattern of depreciation معناه اه انهي طريقة هنستخدمها في حساب الديبريشيشن في عندي طرق طرق يسموك طرق تقليدية الطرق الاخرى في طرق تعتمد على انتاجية المعدة يعني انت سا عندك السيارة اللي تشتغل مثلا ميت الف كيلو غير السيارة اللي تشتغل ميتين الف كيلو هتقول دي لها سعر دي لها سعر دي اهلكت بطريقة ودي اهلكت بطريقة اخرى او المعدة اللي انتاجت من المنتجات بتاعتها ميت الف واحدة غير الانتاجة ميتين الف واحدة وفيه المالتبل اسيت دي بريشيشن وفيه المودفايد اكسلاريتد اه كوست ريكاوري ميسود ويطريقة بتستخدم اه في حالة التعامل مع الدرايب وازاي احول من طريقة الى طريقة نوعات الستريت لاين ميسود القصة بتاعك بيكون ثابت يعني قيمة المعدة بتفصل بطريقة ثابتة على العمر بتاعها لحد ما تتباع سالبيج فاليو في الاخر وهنشوف نعملها ازاي لكن طريقة السام وفير ديجيت بيكون القصة بتاعك متناقص اه بهذا الشكل وطريقة الدابل ديكلاين ميسود او ديكلاين ميسود بيكون الطريقة بتاعت التناقص بتاع القصة بتاعه ما هياش ستريت لاين اه بتكون بي كيرف معين يبقى لو انا قلت باختصار كده اه لو عندي الييرز والبوك فاليو القيمة بتاعت المعدة هنلاقي القيمة المعدة تتناقص تتناقص لحد ما تصل الى السالبيج باليو بس قيمة التناقص دي بتختلف من طريقة الى طريقة الى طريقة يعني في طريقة بتبقى ستريت في طريقة بتاخد كيرف بطريقة معانا في اكثر كيرفيتشر واكثر تحدبا اللي هي الدابل ديكلاين بالانس ميسود اشتركوا في القناة